يبدأ حجاج بيت الله الحرام غدا الجمعة منسك الحج بالتوجه إلى مشهر منها لقضاء يوم التروية هذا ومن المقرر أن يتم تصعيد ضيوف الرحمن السبت المقبل الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كفة الأمنية والصحية والخدمية وفرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أتواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحقيق وتيسير تفويجهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفقا للتوقيتات المحددة